ولمتابعين ضمي إلينا عبر الهاتف من لندن دكتور أحمد ياسين المحل الاقتصادي دكتور قرارات متتالية للبنوك المركزية حول العالم برفع أسعار الفائدة وأخيرها بنك إنكيلترا كيف ترى هذه القرارات وإلى أين يتجه الوضع العالمي بشكل عام؟ نعم الوضع الاقتصادي العالمي يعكس صعوبة كثيرة جدا وهذه صعوبة مرتبطة مع الارتفاع القياسي في مستوى التضخم لذلك على البنوك المركزية أن تقوم باستخدام أدواتها البنكية وأهم هذه الأدوات لمواجهة التضخم هو رفع نسب الفائدة وطالما أن الاحتياط الفدرالي الأمريكي قرر أو اتخذ نهجا قاسيا في اعتماد هذه الأدات البنكية لرفع نسب الفائدة ترى البنوك المركزية حول العالم بأنها يجب أن تفعل نفس النهج وهذا ما يفسر ما قام به بنك إنكيلترا المركزي رغم أن التوقعات كانت تشير بأن البنك كان يتخذ رفع بنقدار 0.75% ولكن يبدو أن أعضاء اللجنة النقدية في البنك اختلفوا فيما بينهم ليصل القرار النهائي لرفع نسب الفائدة 0.5% كذلك أيضا الملفت الانتباه هو التصريح المرافق لخطوة بنك أوف إنجلند عندما وضح بشكل كامل بأن الاقتصاد البريطاني قد دخل واقعيا في مرحلة الركود الاقتصادي وهذا يعني واقعيا أن ربعين متاليين من الانكماش الاقتصادي ويواجه الاقتصاد البريطاني وهذا يعني وضع اقتصادي بالتأكيد صعب ويعكش تحديات كبيرة جدا وكذلك أيضا الوضع في بريطانيا مرتبط مع ارتفاع مستوى الضخم الذي تجاوز إلى 10% وهذا بالتأكيد يعني يؤثر بشكل سلبي ومغاشر على القدرة الشرائية للمستهلك البريطاني وطالما أن بريطانيا هي مصنفة ضمن الاقتصادات المتطورة يعد المستهلك هو قوة الدفع الأساسية في عجلة الاقتصاد لذلك على بنك أوف إنجلند أن يقوم بفعلي ما يلزم وهذه الخطوات هي بالتأكيد المتوقعة من قبله لمواجهة التحديات الكبيرة لارتفاع مستوى الضخم نعم وإجراء متوقع كما تفضلت ليس فقط في بنك إنجلترا وإنما فيه يعني كالسياسة نقدية في بنوك العالم لكن لندن تحديدا قدم على تحادي جديد مع قدوم فصل الشتاء وهو استهلاك الطاقة والوقود في رأيك هل من آليات أخرى لاحتواء هذا الأمر بما يقلل نسب التضخم المؤثرة على المستهلكين خاصة مع قدوم رئيسة جديدة للوزراء في بريطانيا يعني على المدى القصير لا يمكن الفعل الكثير على بريطانيا أن تواجه هذا التحدي الكبير طالما أن بريطانيا تقوم بشراء مصادر الطاقة من الأسواق الدولية ومصادر الطاقة يعني وصلت إلى مستويات جدا مرتفعة ولكن مثل هذا الوضع الصعب يعني تزامن وترافق مع الخطوة الكبيرة والمهمة التي قامت بها ليست روس رئيسة الحكومة الحالية بأنها حددت ثقف أسعار الطاقة لمستوى الشهر الحالي بـ 1350 جنيه سترليني وهذه خطوة إيجابية تمثل أهمية كبيرة جدا لأن لو لم تتخذ الحكومة مثل هذه الخطوة لكانت ارتفع ثقف أسعار الطاقة إلى ما يزيد عن 4000 جنيه سترليني أشهر المقبل ومن المتوقع أن ترتفع إلى 6000 جنيه سترليني مع بداية العام المقبل لذلك خطوة الحكومة بالتأكيد تصب في الطريق الصحيح للتخفيص من ارتفاع أعباء المعيشة في بريطانيا تكلفة هذه الخطوة تزيد عن 100 مليار جنيه سترليني وطالما أن هذه التكلفة هي كبيرة جدا بدأت الأصوات تعالى من أين سوف توفر الحكومة هذا المبلغ الكبير بالتأكيد على المدى البعيد دافعي الضرائب سوف يقومون بتمويل هذه التكلفة الكبيرة كذلك أيضا أقدمت الحكومة البريطانية لخطوة يعني أثارت الكثير من التساؤلات المرتبطة بفراكين أو استخراج الغاز الطبيعي كأشوة بما يقوم به الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يعرف بشيل أويل مثل هذه الخطوة يعني أثارت حفيزة حزب الخضر وكذلك أيضا المؤسسات الأخرى الداعمة للبيئة لأن هذه الخطوة يمكن أن يحدث عنها هزات أرضية وكذلك أيضا يعني خلل بيئي متوقع طيب هذا الخلل البيئي إذا لم تجد أوروبا لا نتحدث فقط عن بريطانيا لم تجد غيره بديل في رأيك هل يمكن أن تتراجع أكثر من خطوة ما يحمله العالم الآن من أمال لمعالجة كارثة تغيرات المناخية يعني مثل هذه الخطوة كما يقول إنكليز نحن ننتظر لنرى لأن قبل حوالي خمس سنوات قامت الحكومة البريطانية حينها بتجارب للفراكينغ في منطقة بلاكبول وحدث عن تلك الخطوة يعني هزة أرضية طفيفة لذلك المؤسسات الداعمة للبيئة مباشرة نذكرت الحكومة الحالية بما شهدته بريطانيا قبل حوالي خمس سنوات ولكن ليستروس أكدت بأنها تطبق النتائج العلمية للبحوث التي تم إجراؤها مؤخرا كذلك أيضا تطبيق التجربة الأمريكية التي تعد التجربة الناجحة إلى الآن حول العالم وطالما أن مثل هذه التجربة في حال نجاحها سوف تؤمن كميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي إلى السوق الداخلية البريطانية وحينها يمكن أن تكون التجربة البريطانية في حال نجحت يعني يمكن أن تحذوا باقي الدول الأوروبية حذوا بريطانيا في استخدام تقنية الفراكينج أو الشيل أويل وبالتأكيد قطاع الطاقة الأوروبية سوف ينتقل إلى مرحلة من الأمان والاستقرار بعيدا عن الاعتماد عن الغاز الروسي طيب معنى ذلك دكتور أحمد أنك تتوقع أن بريطانيا بما أنها الآن خارج التكتل الأوروبي مع هذه الأزمة ستتمضي لندن في خطواتها والجانب الأوروبي سيمضي أيضا في خطواته كتكتل كمحاولة لمعالجة تدعية هذه الأزمة الاقتصادية هذا السؤال واقعي ووجيء أشكرك لهذا السؤال نعم هذا الجانب أو الخطوة التي اتخذتها الحكومة البريطانية تشير إلى الفوائد الكبيرة التي تنتظر بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي هو تكتل كبير جدا يجمع 26 بلدا مختلف المعالم اقتصاديا وسياسيا وحتى اجتماعيا لذلك اتخاذ مثل هذه الخطوات والقرارات صعبة جدا وبعيدة المنامل بالنسبة للاتحاد الأوروبي كتكتل بريطانيا بمفردها أقدمت بشكل فوري لاتخاذ هذه الخطوة وفي حال نجحت بالتأكيد سوف تغير معالم القطاع قطاع الطاقة البريطاني بشكل كامل حينها يمكن أن يتشجع الاتحاد الأوروبي ويتخذ قرارات مشابهة لأن هناك تحدي كبير جدا أمام القارة الأوروبية لتأمين مصادر الطاقة بعيدا عن الغاز الطبيعي الروسي ومثل هذا التحدي بات واقعا يجب اتخاذ الخطوات والقرارات اللازمة لتأمينه أشكرك جزيلا من لندن عبر الهاتف الدكتور أحمد ياسين المحلل الاقتصادي